ونؤمن بأن الله هو الذي خلق هذه الوقائع وخلق ما يحدث عنها ونثبت للعبد فعلا ونثبت للرب خلق الفعل والفاعل كما قال تعالى والله خلقكم وما تعملون ومن أركان الإيمان أن نؤمن بالقدر خيره وشره فنؤمن بأن كل ما وقع من الوقائع وحدث من الحوادث فإنه مقدر عند الله جل وعلا كما قال سبحانه إنا كل شيء خلقناه بقدر وكما قال تعالى قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا فنؤمن بأن الله جل وعلا قد علم بي الوقائع قبل وقوعها ونؤمن بأن الله قد كتبها في كتاب عنده ونؤمن بأن الله شاءها وأرادها كما قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله ونؤمن بأن الله هو الذي خلق هذه الوقائع وخلق ما يحدث عنها ونثبت للعبد فعلا ونثبت للرب خلق الفعل والفاعل كما قال تعالى والله خلقكم وما تعملون وحينئذ نؤمن بأن الرزق من عند الله يؤتيه من يشاء من عباده كما قال سبحانه وتعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها وكما قال تعالى يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له ومن هنا فإن العبد لا يحسد عباد الله على ما آتاهم الله من فضله كما قال تعالى ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسب واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما وهكذا لا يتصخط العبد من شيء من أقدار الله بل يكون من شأن العبد أن يصبر على الأقدار المؤلمة وأن يكون راضيا عن الله في جميع ما قدره الله عليه وانظر لقول النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك إلا للمؤمن إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وهتان العبادتان عبادة الصبر وعبادة الشكر من أعظم العبادات أجرا وثوابا كما قال تعالى في الشكر وإن تشكروا يرضه لكم وكما قال ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما وكما قال في الصبر إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب وكما قال وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون فيصبر العبد في تنفيذ أمر الله وفي اجتناب نهيه يرجو ما عند الله وكذلك يصبر العبد على أقدار الله المؤلمة فلا يتسخط لقضاء يقدره الله عليه ويعلم بأن كل ما قدر الله عليه فهو خير له ويحقق مصلحة له وإن لم يعلم بذلك وإن خفي عليه وجه المصلحة فيه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر